دانت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى قيام خفر السواحل القطرية بإيقاف بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد وذلك عندما كان برفقة عدد من أصدقائي في رحلة صيد بحري في المياه الإقليمية لمملكة البحرين وفيما جددت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني استنكارها لاستمرار السلطات القطرية في التعرض للصيادين البحرينيين والقبض عليهم والتضييق عليهم خلال ممارسة مهنتهم وطالبت اللجنة السلطات القطرية بالإفراج الفوري عن المواطن البحريني سامي الحداد ورفاقه وضمان سلامتهم وعدم تعريض حياتهم للخطر